فإن شاء الله تعجبكم التوقعات وتنطبق على أكبر عدد ممكن ممكن القراءة تطلع عكسية فكل واحد بشوف ظروفه ويزبط التوقعات على عليح وعلى طرف الأخرى أو الطرف الآخر برج التور حبيبي عم تطلع من عزلة عم تطلع من موقف أنت مش حابه لكن كنت عم تفكر فيه وكان مأرقق لمدة طويلة هذا الحدث لكن الحمد لله رح نطلع منه والأشياء اللي يعني فيه فيه موضوع كان كتير مزعجنا وكتير كنا عم نخطط وكذا وهذا وكان فيه خيبة أمل في الموضوع اللي كنا عم نستنى الآن عم نطلع من هاي الطاقة وهذا إشي كتير حلو بالمجمل أوراق حلوة عم تظهر فيها أبراج ترابية أكتر إشي بتبين عندك برجك أنت التور كمان عم يبين يمكن يكون الطرف الآخر أو الأطراف اللي عم بتتعامل معها الأشخاص بس يمكن يكونوا برج ترابي أكتر إشي ناري مائي بس الترابي عم يطغى عم تطلع كل الأبراج بس أكتر إشي هم الناريين عم يلعبوا دور في هاي الفترة خلينا نشوف شو هذا الدور أو شو مستنينا بالنسبة حبيبي للعمل العمل والدراسة رح نحكي عليهم أول شي وإذا كان في شي عطفة ممكن نلقطه نحكي عنا هلأ عم بشوف الرجل والمرأة من برج التور عم تطلع من طاقة لطاقة إذا كانت طاقتك سلبية فعم بتحاول تطلع منها وعم تنجح في هذا الموضوع وعم بيساعدك طرف آخر أو هو السبب أساسا في إنك تطلع من هاي الطاقة عم بشوف كرزين حكيم في أحكامك بالفترة الأخيرة أو حتى أكتر من سنة كنت أنت صحيح عندك مبادئ وشغلات ومتشبث فيها ومن الأشخاص برج التور حتى بالعموم بيحبوا الاستقرار بيحبوا الاستقرار في كل شي لكن أخدت قرارات كان فيها شوية تهور لكن في الفترة الجاي حتى شهر سبعة واللي بعده رح تكون كتير قرارات حلوة ولصالحك عم بتغلب المنطق على العاطفة فيها كان في عندك اللي هي خيبة أمل من شخص ممكن يكون ترابي أو مائي لكن عم تتصلح الأمور وعم تتكشف لك شغلات بوادر أو بشائر ممكن تكون خبريات هيك عم تيجي ورا بعد البعض منكم ممكن ينطبق عليه هذا الموضوع والبعض لا عم بشوف شخص كمان عم بيحاول يتحكم فيك أو عم بيشوفك أقل منه عم بتعامل معاك بشوية اللي هي تحكم ومبين في هذا الكرت يمكن يكون في حسد عندك طاقة حسد في حد عم يراقب أيضاً لكن عم بشوفك على أرض ثابتة أو أنت صممت هاي القاعدة أو اشتغلت عليها لحتى تكون كثير أمورك مستقرة كنت عم تدور على الاستقرار وعم تحصل عليه بالفترة هاي فبتمنى يعني شغلة حلوة كتير للعزاب عم بشوف شخص ممكن تكون برجه مائي ممكن يكون حوت عم بفكر فيك يعني إلو فترة لكن إنت حديثاً عم بتفكر فيك لكن هو إلو فترة طويلة عم بشوف حركاتك عم بشاكك إنه إنت على علاقة عم بتقدم خطوة ناحيتك لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر عم يدرس الأمور هو مش شخص عاطفي مية بالمية عم بفكر بالعائل أكتر من العاطفة عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة لكن هو على تم استعداد في شهر تموز إنه ممكن ياخد هاي الخطوة ناحيتك عم بشوف طاقة اللي هي هوائية ممكن أو إنت ناوي على شغلة في عوائق معينة صنعوها ممكن اللي حولك أو إنت صنعتها بذاتك الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة ممكن تكون شراء ممتلك معين سيارة أكتر شي ممكن يكون كمان هذا الكرت يعني بيعبر عن سفر اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر لكن مش أنت يعني إما الشريك أو حدا من العائلة عم بيسافر أول شي بعدين أنت بتلحقه في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها أو في ممكن مسافة كبيرة كمان بينك وبين الشخص الآخر شخص بتحبه أو صديق ممكن يكون في مسافة بينهتكم لكن هاي المسافة عم تتقلص وأكنه إذا كان معنوياً رح يكون فيه رجوع إلى الماضي رجوع إلى العلاقة وممكن نفسره على أنه أنت رح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار في شهر سبعة أحياناً عم بتفكر في التهور أو أنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه فأنا شوي يعني بحذرك أنه لا تروى شوي في شهر سبعة لأنه رح تكون عندك طاقة إنفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير بدي أسافر بدي أغير وهذا تغيير لصالحك وعم بيكون فيه احتمال كبير في شهر تموز أنك تغير كتير من الأمور عم بشوف فيه حلم عم بتجسد ولكن فيه شوائب يعني كانت خلال الفترة الماضية ويوم حوالين هذا الشخص أو الحلم ولكن فيه طريقه للتحقق إن شاء الله عم بشوف كيف تعطي من كلوسك لها حدا إما عم تدين حدا أو عم تعطي وعم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم اتعرض طلو بفترة الماضية ولكن اتعاملت معه بطريقة خليني حكي حكيمة وكان قرارك فيه صحيح مية بالمية عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم يتهيئ لي في العمل بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة فدير بالك اشتغل شغلك مية بالمية وما تعتمد كثير على الحظ مع إن الحظ موجود لكن مش في كل المجالات عم تتذكر شيء قديم وتشبث بي بشيء قديم فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضي لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشي وتطلع من الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها عم تترك بشي عم تترك شغلة أو شخص كان بيشكل لك أهمية كبيرة في حياتك واللي هو يعني ما كنت شايف إلا هاي الشغلة أو هذا الأمر أو حتى الشخص ولكن عم تطلع بكل أريحية في شهر سبعة يوليوم خلينا نشوف مثلاً الدراسة على الأكثر لأنه في ناس طلبوا هذا الاشي عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة نهاية سعيدة في الدراسة لكن من بعد جهد عم تبدله كنت في الأشهر الماضي كتير مأخر إنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك لكن عم بتكون في الفترة شهر سبعة وأكنهم فتحت نفسك على الدراسة وهذا الأشي يعني عم تاخد منه كتير نتائج حلوة في أشخاص أكتر من شخصين عم بيراقبوك عم أنت أعلى منهم أنت بمرتبة أعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين أنه يوصلوا لك وكأنك أنت حاطت حواجز أو شغلة بينك وبينهم أنا بحكي لك هدول الشخصين أبدا مش نويين على خير هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وأنت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدته وبعجنه لكن أنت ولا على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وأنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيره من طرف هدول الأشخاص عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة إلك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك إنه هلا هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية أخر ورقة طلعت معي لأحدث فترة ممكن تكون آخر شهر أيلول عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم في شغلات سابقة أنت عملتها في القديم كنت أفكر إنه خلص أنا ما يعني راحت علي وما ما حأخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الإشي اللي في بالك عم بشوف في شخص مندفع اتجاهك لكن أنت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك إنه استعجل لأن الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر أو بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية إذن أول شيء للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والأزواج كمان نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين هسي حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج تور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لا احتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك إمتى يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقياً بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بده يتخذ هال الخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي انت فيها وكأنه فيه اختلاف بينك وبينه فيه إما الطباع أو مش عارفة فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص أصغر منك هذا الشخص بيميل بشرته للبيض أكتر للشعار أكتر أو ممكن عيونه ملونة تكون شايفه على حصان وعم وكأنه فارس أحلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا القرار لكن فيه شغلة حتبين لك أو تنبر لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك بآخر الليل خلص انا بدي ااخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارتبط خلص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حاسس انه امورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا اكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارفك رح تكون متحكم بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الاخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت لكن في شهر تموز رح تكون الامور تمام التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجعوا الزكريات القديمة الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في امور عم بترتبها لحتى بالاخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض كانت في اسرار كان في اشخاص عم لا شخص واحد كان عم يدخل كان بعيد وقرب وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم براقبكم او حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري او برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص بالاكتر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة وها في نازعات كانت موجودة من قبل في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش تلاتية بس لا رباعية وخماسية ممكن تكون وهذا افضل من لما تكون تلاتية ابراج نارية ابراج ترابية الطاقة القديمة عندك كنت ملافف ظهرك وخلص مليت ما في امل كنت رافع السلاح يعني او بدك تنتقم اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم او حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها اكتر من طرف بالفترة الجاي عم بيكون صفاء اكتر في الجو غيوم شوي صفاء شوي وكأنه عم بيصير فيه اخت وعطاء بينك وبين هذا الشخص عم بيحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين اما من اشهر او من اسابيع لكن اللي من السنين بتكون الاحتمالات عندهم اخف في الرجوع لشخص قديم الا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على اولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية او قنوع مهما كانت النتيجة رح تكون مبسوط اخر اشي بيّن عندي انك الطرف الاخر عم بيكون وصل لقوة معينة انه ياخد خطوة نحو الامام من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الامور بناتك وصار فيه استحالة انه ترجعوا لكن فيه حنين وشغف من الطرف الاخر من اول ما تركتوا ولحد ديت هلأ عم يستمر الشغف والحنين اذا فيه فرصة للرجوع لبرج التور عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع بامور حلوة او خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معه على طول من بعد كل هالصراعات ولهذا كله بترموه ورضاهكم واكنه فيه كمان قبل الرجوع فيه عم توصلك ميسج منه او عم بيكون فيه تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش الرجوع المفاجئ انه خلاص احنا رجعنا كذا لا بشوفك عم وكأنه او الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات راجع لكن راجع ببطء ممكن اول شي تكون بداية العلاقة اللي هي قالو كيفك كذا بعد اسبوع او بتتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك او من الطرف الثاني انه تبلشوا مرحلة جديدة صافية وتحاولوا انه تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت هذا البعد هذا اكتر اشي نبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف اذا في نصيحة من الكون او من الطاقة الكونية للكم لبرج اذا التور لبرج التور اذا شون نصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو بحكي لك حارب حارب كرمال الشغل اللي بتحبها ما تضلك قاعد ما تضلك قاعد واعمل مبادرات انا بحكي على جميع الاصعدة هاي النصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والعاطفة بقولك ما تضلك قاعد لانك عم بتضيع فرص كون بالفترة الجاي متخذ او صانع قرار ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع او بالمشروع اللي انت يعني حابه رح تنتهي بنجاح ولصالحك فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بانه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات ما رح تجي كهيت من البابلوك